الفنان مجدي كامل انتهى من تصوير آخر مشاهد وأحدث مسلسل له وهو كش مالك والمسلسل بيرسط صراع المال والأعمال في مصر قبل صورة 25 يناير وبيشارك مجدي في البطولة مها أحمد وصوزان نجم الدين وأميرة نايف عربود حضرت آخر يوم تصوير في المسلسل تعال نشوف أهم الكواليس مجدي كامل بيقدم شخصية رجل أعمال اتقال انها النوع من الإسقاط على شخصية حقيقية يترى ايه تفاصيل دوره في كش مالك بالضبط هنسمع منه حالا كش مالك شخصية من الشخصيات الرجل الأعمال يعني فيه رجال أعمال كتير قوي ممكن تشوف الشخصية دي وهو بيتفرج ممكن يلاقي نفسه موجود يعني هل هو تايكون هل هو حوت هل هو شريف هل هو سوي هل هو بريء هتشوف كل ده في شخصية طلعت سالم شخصية مركبة شوهية فيها تضاد كده علاقاته متشابكة علاقاته بالأسرة علاقاته بالأخرين علاقاته بشغله هل هو مشبوه الشغل ولا سليم يعني ده اللي هتضح فين خلال المسلسل يعني علاقته بمراته علاقته ببخته علاقته ببنته علاقته بأخوه علاقته بنهال الصاوي اللي هي طبعا سوزان نجم الدين المزيعة كل دي علاقات متشاكة كبيرة جدا ليها خيوط كتيرة جدا انت في الآخر يعني عايزين نوصل حاجة في الآخر للناس يعني بنقول ان مش كل رجل اعمال بيبقى مشهور او بيوصل للقمة يبقى فاسد يعني وممكن يطلع فاسد الله هو اعلم يعني بص ده التناقض بتاعه يعني فانت هتلاقي ده كل ده موجود جوا المسلسل يعني الشخصية دي انا بقولك ممكن اي حد يشوف نفسه جوا الشخصية انه بلعبها مش في دماغي حد انا شوفت رجال اعمال كتيرة جدا انت حضرت بتايه طلعت سلم ده مين بيمشي ازاي بتحرك ازاي بتكلم ازاي علاقته ايه اوراقه مستنداته علاقاته في الشركة حسب السيناريو المكتوب ما تقدرش تحدد انت هتعمل مين بالزبط لكن اللي يطلع انت ما رسا كنت بتتفرج له ده لا ده كزا ده كزا انت اللي هتحدد مشان بتقرأ الاسكريبت بتاعك اللي موجود والنص اللي موجود بيبقى فيه عادة مع المؤلب بيبقى فيه عادة مع المخرج بتبدي دي نشوف الراجل ده اداءه هيبقى عامل ازاي ده نمرة واحد نمرة اتنين هيلبسيه وهيمشي ازاي وهيتحرك ازاي وهيقعد ازاي وخلفاته التاريخية ايه الخلفات التاريخية اللي احنا ما نعرفهاش علته من قصور ريفية هل هو هيتكلم فيه لكنة ريفية ولا هيبقى الكلام عادي ان هو عاش هنا في مصر بنقض نفكر شوية لحدنا ما نوصل انا والمخر طبعا حسام والصديقي العديس حسام عبد الرحمن نحن نوصل في الاخر للرسم الشخصية دي يعني شكله في الاخر ازاي الدوجلس عامل ازاي هو شعره على جنب ولا شعره الورى لحدنا ما بنرسم زي ما انت شايف كده دي الشخصية اللي انا بلعبها الفنانة مها احمد بتتحدى نفسها في مسلسل كش ملك وبتقدم دور كفيفة وشريرة يطلب تتعاون ازاي مع جوزها الفنانة مجدي كامل وليه بتقول كمان انها تتعمل معا انه استاذها في التصوير هنعرف اكتر منها كش ملك ده من يمكن من اصعب المسلسلات اللي عملتها في حياتي اولا لانه دور جديد علي مختلف تماما كله دراما مفوش اي كوميديا ثانيا بقى لان التقاء الجبابيرا انا ومجدي طبعا اول مرة بلتقي بمجدي في مشاهد يعني ايه فيها تحدي وفيها اقنقات وفيها حاجات جمدة جدا يعني قبل كده التقنا ببعض في مسلسل بس ما كانش بالعنف ده وما كنتش ببقى واقفة ضده اوي كده وعندي الكره الشديد ليه اوي كده يعني طبعا مبسوطة جدا ان انا مع مجدي يعني حبة اوي برغمي يعني ان انا اسعاد في المشاهد بابقى خايفة منه جدا لان طبعا انا مجدي هو اللي عمال لي معزم مشاهدي في التخرج في المعهد لانه هو اتخرج قبل مني فطبعا هو بالنسبالي استيز يعني فبرضو حتت ان انا اتلاجل قدامه ابقى مش حافزة كويس اغلط مش عارف ايه لا انا كنت متوترة جدا جدا يعني اول ما التقيت بيه بصراحة بس هي لزيزة يعني حلوة برط ان يبقى فيه تحدي يعني جواك كمان ان انت هتواجه حده وحد انت بتحترمه وحاس ان هو استاذك فانت بتبعيس تثبت له ان انت كويس قوي يعني انا ما كنتش في البدايات معاهم خالص لان انا يعني يمكن الترشيح بتاعي يجي في الاواخر استاذ حسام عبر رحمن والمخرج هو ومجدي يعني انا استغربت انهم فكروا فيها في دور زي داي يعني واحدة كفيفة وست من البلد وشخصيتها قوية وندابة طول الوقت ومصرة تاخد حق اخوها وقوية فهم الاتنين قالوا طب ليه ليه مهما تعملش حاجة زي دي وتبقى حاجة مختلفة فجات في الاواخر يعني ما كانش الترشيح من الاول ومصرة ان الدكور ما كانوش بدأوا بيه او ما كانوش اشتغلوا في المسلسل بيه يعني كانوا عاملوا دكورات تانية يعني فمس سنتين يعني بالنسبال بالعكس طبعا خير وبركة لو اتعرض في رمضان ده دي حاجة تبقى يعني حاجة تبقى كويسة جدا للمسلسل لاني مسلسل حلوة قوي وفيه نجوم كتير جدا وكل الناس بازلة مجهود ومسلسل مختلف يعني تحدي هو تحدي وقعدت طبعا مع استاذ حسام وقعدت مع مجدي واتكلمنا كتير قوي عن الشخصية وذاكرت لها طبعا بس الحمد لله الحمد لله يعني هما بيقولوا ان انا كويسة الفنان احمد صيام بيلعب دور مهم جدا في مسلسل كش ملك وهو دور صحفي بيفقد الزاكرة يترى بيفقدها ليه وإحكايته مع كش ملك وعلاقته بمجدي كامل ومها احمد تعالوا نشوف بيلعب فيه شخصية رجل صحفي له موقف مضاد للفساد وبيتجوز اخت احد رجال اعمال مهمين في الدولة واللي لهم سطوة لما بيرفض انه تجوزها بيتجوزها من وراها ولما بيعرف الراجل بيدبر له حادثة تموت لما بينجو منها بيدخلوا المستشفى لامراض العقرية بدعوة انه مجنون خلال المستشفى دي بيحصل له شكل من اشكال الاهتزاز النفسي والعصبي ونوع من فقدان الزاكرة ولكن اوما بتعود الزاكرة بشكل جزئي بيقرر انه يهرب من المستشفى دي ويخرج عشان يدور على حقه ويرجع حقه وقلمه تمثل في امراته وابنه وحياته ومستقباله وانتقم من الناس اللي وصلوه الحالة اللي هو فيها بيشاري كمان في بطولة كيش مالك اميلا نايف ومازن الغرباوي اللي يكلمونا في عرب وود عن ادوارهم وتفصلها مسلسل كيش مالك انا بحب فيه دوري قوي لانه هو دور مختلف بالنسبالي بنوطة شعنونة وشاقية وكل ما بتتواجد في حتة لازم تعمل مشكلة وهي موجودة اصلا في العيلة دي علشان تعمل مشاكل ليهم بس مش اكتر من كده يعني مروان هو المفروض الابن اخت الاستاذ مجدي كامل اللي هو بطال المسلسل وبتعمل دور والدتي الاستاذ عنها العنبر مروان هو المفروض ولد نشأ في بيت خالو استاذ مجدي كامل اللي هو طلعت سالم احد رجال الاعمال الاثرياء جدا في الدولة يعني بعد كده المفروض ان مروان هو من هو نتيجة ترابيته يعني في بيت خالو طالع بيحب بنت خالو بتنشأ بينهم ملاقة حب لغاية ما بيحصل كده بعض التفاصيل او الاحداث يعني اللي بيتطار فيها مروان ان هو يتقدم لبنت خالو عشان يخطبها مسلسل كش مالك زي ما قالنا بيتعرض لمجتمع رجال المال والاعلام قبل الثورة وحصلت مشاكل كتير عطل التصوير المسلسل وقفته اكتر من مرة مخرج المسلسل حسام عبد الرحمن كلمنا عن المسلسل والاضايا اللي بيناقشها بالتفاصيل واسباب توقف تصويره الموضوع قبل الثورة فترة ما قبل الثورة يعني واسرع ما بين رجال الاعمال والاعلام يعني ازاي الاعلام ممكن يحارب الفسايد ممكن يحط زبط على حاجات معينة بيغاطي الاحداث ازاي ايه مصدقيته ده الموضوع يعني السرع ما بين الاثنين احنا مش متعمقين في احداث يعني في مشاكل البلد اللي قدت للثورة قدم احنا بنبص على الاعلام في الفترة دي كان عامل ازاي وكان بيحارب ازاي وكان يعني فيه ناس كانت بتحارب وفيه ناس ما كانتش بتحارب يعني رد فعل الاعلام وتركيز الاعلام على الفترة دي كان عامل ازاي ده كان ده ده الاغلب في الاحداث لكن ما بينبصش الاحداث اللي مرت بها البلد اللي قدت للثورة هو العمل من سنتين بدأنا فيه عدنا حوالي شهر ونص او حاجة بنشتغل ووقفنا خالص وده برضو للفترة اللي كانت ما بعد الثورة اللي كانت الدنيا شوية يعني مش متزبطة ماديا وهو انتاج تلفزيون شركة صدوق قاهرة فما كانش فيه عوامل مادية مساعدة ان احنا نقدر نكمل عشان ظروف البلد كلها يعني السنة الحمد لله قدرنا ان احنا نستقنف ونخلص يعني لكن زمن المسلسل كله هو الزمن العادي لا يعمل مر بي بس أسبناه على فترتين والله المسلسل هو بيعالج يعني بيعالج حاجات كويسة بيكلم على الاعلام بشكل كان نفسي نتعمق اكتر طبعا في الموضوع بس الوقت ما ساعدناش موضوع الاعلام مهم جدا مهم جدا ان احنا نبص على الاعلام ان هو ازاي ممكن يقدي الحاجة كويسة ممكن يساعد البلد حاجة كويسة وممكن يضيع الدنيا فيارب التجربة تبقى كويسة والمسلسل يعجب الناس ويبقى حاجة كويسة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة